السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أهلا ومرحبا بالجميع متتبعي قناتنا الأوفياء أينما كنتم نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ونتمنى تكونوا بصحة جيدة يا رب العالم الموضوع دي أنا بدون شك ما اشتف العنوان وفي المنياتور غاد نتكلم على يعني هذا المشكل اللي واقع عند بزاف دي اللائلات إسبان أجانيب يعني جميع اللائلات اللي عندهم مشكل يعني الحالة الاجتماعية دي المعني ضعيفة فالناس اللي متبعين هذه القناة ماشي بزاف حطيت واحد الفيديو تكلمت على هذا الموضوع هذا المشكل دي اللي واقع لاش لنناس ما تخلصاش لأن كانت واحد ضجة نايدة لأن الناس ما تخلصاش بقتل دبا الناس ما تخلصاش الوزير دي الضمان الاجتماعي قال لك ودي حقا ما حقا عدنا نقص في الموارد البشرية يعني الموظفين القلال والملفات كثيرين بزاف يعني وما قدرواش يحروا الملفات يعني دار ضمان الاجتماعي يعني دار واحد العقد مع واحد الشركة اسمه تطراث ساتيك يعني دي الخمسمائة موظف باش يحروا لنا الملفات دي الناس عن بعد تليماتيكا مينتي قلنا نمزي ولكن مع هذا كما شتوق البارح في اللايف من اللي جاوب ديك الأخت قلت بأن ما هاد الخمسمائة موظف اللي زادوا قلنا اللي داروا معهم عقد باش يحروا لهم الملفات عن بعد ما زال ما فكوته شي حاج ربعا وسبعين آلف ديال ملفات قال لك كل هات ابروبات اوتوماتيكا مينتي ديال الناس اللي كيكونوا يتخلصوا البرستاسيون بور إخوة كارو الناس اللي كيكونوا يتخلصوا العلميذات ديالهم ديالهم من الثاني ما يخرج هنا الحزب ديال البوكس ويقول لك والديتانية انتو ما بديت دلونا الأفكتو يا ماذا ولا شي حاجة مو ما علينا فالأمر هنا يعني معقد ومعقد للغاية البارحنة وعد ديالأخت وقدت لها غاد ندير لكم الفيديو باش نوضح لكم الحيتيات ديال هاد المشكلة هاد في النواقع يعني علاش اه وخد ضمن الاجتماعي داروا عقد مع هادك الشركة اللي اعطاعتهم خمسمائة ديال الموظفين باش يحرروا ديالملفات يعني واحد من هاد الخمسمائة تطرد علاش السبب انه رفض يحرر الميلف والعود فاش يدير له مثلا انه فيه شروط كاملة متوفرة كين يعني اعوامر داخلية ما بين الضمال الاجتماعي وما بين الناس المسيرين الشركة ديال ديال تراك ساتيك يعني اللي كما قلت اللي جابوا منها ولا اللي داروا من العقد مع هاد خمسمائة ديال الموظفين منها اه ما بقاتش مشكل انا ده بيتحرر الميلف المشكل فين كين وخل ميلف كيحروا هاد الموظفين ويكون جاهز وفيه جميع الشروط متوفرة فاللي غادي دير له اوكي باش مولاه يبدأ يتخلص هو الموظف ديال ضمن الاجتماعي يعني وخا هذي خمسمائة موظف حروا الميلفات واللي ناقصة فيه شي حاجة كي ديره لبين ديان مثلا دي انفورماثيون يعني خاصوا شي واطيقة ولا خاصهم ضمن الاجتماعي يصيفطوا واحد البراية لصاحب الطلب باش يزيد شي حاجة لنقصة يعني ولكن كين ميلفات اللي فيهم دك شي كل شي متوفر الشروط كاملة متوفرة يعني مول ميلف ما خاصوا التشعر خاصوا يعني ديك اوكي الموظف ديال هات الشركة ما عندوش الحق يدير له اوكي يعني خاصوا يمشي تال الموظف ديال ضمن الاجتماعي ويعود تاني راجعوه وقل يدير له اوكي والتالي هذا هو في المشكل الكبير هذا هو في المشكل ده بالكبير يعني كما قلت واحد الموظف من هات الشركة هاتي طردوه بسبب هات المشكل لانه هو اعصال هات الاوامر هاتي قال لي ما انا ما امكرش نفسي ما اعطاتنيش انا الميلف كامل مكمول وموله كيتسنى وندير له انا يا هات الميلف راه ما زال كيتسنى شي حاجة ما كامل وهو كامل يعني اطرد يعني دار بزاف الاستجوابات مع الزاف دي الجرائد ربما نخلي لكم شي جاردة هنا ولا جوج اللي كلهم هضروا على هذا الموظف هذا وهنا كما قلت كين حيتيات اللي غامضة بخصوص هات القضيات واش ما كينش فلوس ما عرفش فين كين المشكل العموم الى لاحظة في العنوان دي الفيديو حطيت لكم كين واحد صفحة ولا واحد الويب ولا واحد المنصة اللي دارتها لأخيتين باش ما تشي حاجة هاد السينديكات وصولها هاد النقابة دي الاختين داروا واحد المنصة اللي من خلالها كان قدروا نريكلامي على الملف دينا باش يعني نستقبلوا علي واحد الجوات وهذا هو اللي غدي نبركم اليوم ان شاء الله كما قلت فالضمن الاجتماعي ولي الوزير دي الضمان الاجتماعي قبل ما يدي المديدة ولا هاد القانون دي الانجريس ومينو مبيطال باش يتصوت عليه تكلموا قال بان النص ديال طلبات اللي غدي نتدفعوا لان قال النص منهم غدي ترفض لاش كان عارف لان من بين الشروط المطلوبة الدخل ديال السنة اللي فاتت الدخل ديال السنة اللي فات انا في هات السنة واخر نكون محتاج وما عندي لدخل ما خد دام مواله ولكن السنة اللي فاتت كنت خد دام ودخلت وحد القدر معين فما عندي الحق في هذا الانجريس ما منو بيطال يعني واش من مساعدة لاش كانت تكلم انا ما نقدرش نعيش بالدخل ديال العام اللي فات وكان عرف الصالير ديال الميزيريا ديال الاسبانية كيف جدير هنا في اسبانيا يعني في ظل هاد الغلاء ديال المصاريف مثل كرا الضو المعيشة وبثاف ديال الامور بنظيم يلا كيل حق قد قد معشر كيف تقول تالواحد الانسان في واحد الجائحة واحد الحالة الاستثنائية لكي تعيش اسبانيا انك دخلت في السنة اللي فات وحد القدر بدير الفلوس وده وخ قال اسم ما خد دام موال ما عندك الحق في المساعدة هذه يعني شيء ما 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 فهمه احتش واحد ما فهمه لا النقابات ولا المواطنين يعني باقي كل شيء غوث على هذا المسألة العموم باش ما نطول عليكم بزاف انتبال انا وضحت لكم الامر القادية في نك والحيتيات المشكل هذا المنصة التي سترى معي هنا لكي تقدروا التريك لكم على الطلب لكم لكي تعرف مين واصل ربما لما موظف ضمال الاجتماعي ومشي كاملين يعني موظف اللي عندهم الصلاحية باش يديروا اوكي لهذا الميل الفتاة العموم اللي كتلاحظ معي هدا هو الوايب والها المنصة لدارت النقابة دي الاختاء باش نقدروا الريكلامي وعلى الميل في دي ان كما كتلاحظ معي نرى الامر سهل نخلي المنصة هذي ستضروا البرد الالكتروني دي هنا كما كتلاحظ في هذه البلاصة وهنا ستضروا البيانات الشخصية الاسم الكنية وهذا الى الاخره كتلاحظ الاسم وهنا الكنية وكتضروا الدني دي لكم واللني بحال بحال اللي عندكم هنا كتضروا اللقال منطقة فيك تسكنوا الفيلاج العنوان يعني الرقم الدار الى الاخره وهنا تختاروا العملة من هذه البلاصة هذه وتضروا الكوديكو بوستا هنا الصندوق البريد الرقم للصندوق البريد منطقة دي لكم وتضروا الرقم للتليفون هنا كل شي يكون صحيح وهنا ستضروا التاريخ للطلب دي لكم نهار لكي دفعتوه انتم عارفين نهار لكي دفعتو الطلب ويعطيكم واحد النمرة للرقم يعني في الطلب دي لكم ستتسيب واحد الرقم لكي تسجل هذا الميلف ستكتبوه هنا هنا تاخذوا العملة فين قدمتوا الميلف العملة اللي دفعتوه فيها طبيعية ستكون دفعتوه في العملة اللي رقم تعيش فيها بطبيعة الحال ما يتعمروا هاتشي كامل ستتقبلوا على هات الشروط هذا يعطيك بطبيعة ستكتبوه وتعمروا الهناية وتعمروا انبيار يعني هذا هو الخطوات ونتمنى ان شاء الله بهذه الطريقة ربما لما لا يجاوبوكم بإترقامي ويجاوبوكم على الميلف ويعطيوكم عليه شيخبار على الأقل وحاجة أخرى اللي نأكد لكم عليها هو هات 74 ألف دي الميلف اللي أبروبات أوطماتيكا من يعني ديال الناس اللي كيتخلصوا نتمنى من الإخوان والأخوات اللي يشوفوا هذا الفيديو وهذا هما كيتخلصوا على الوديد ديالهم ومخدام الموال والوضع ديالهم يعني الحالة الإجماع ديالهم دائفة يخليونا في التعليقات في القسم دل التعليقات واش تخلصوا في عنده ما تخلصوش مهم هذا هو الموضوع اللي بغت الناس أحييكم مرة أخرى دمتم في أمن الله